الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 عطل حاقن البدء البارد واحد ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على المركبات المجهزة OBD2 التي تحتوي على حاقن بدء بارد قد تتضمن أنواع المركبات على سبيل المثال للحصري Ford, Dodge, GMC, Chiefy, Volkswagen, Wolfo, Jaguar, Elk عندما يتم تخزين P0213 في سيارتك OBD2 فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت شذوذ في حاقن البدء البارد الأولي واحد تستخيم هذه الأنواع من الحاقنات في المقام الأول في المركبات التي تعمل بمحركات ديزل لكني رأيت شخصيا حالة تم استخدامها فيها في تطبيقات محركات البنزين أيضا عادة يتم وضع حاقن بدء التشغيل البارد في وضع مركزين بحيث يمكن لجميع أسطوانات المحرك الاستفادة من حقنة الوقود التي يتم تسليمها أثناء ظروف بدء التشغيل على البارد تستخدم بعض المركبات حاقنات بدء تشغيل متعددة لم يسبق لي أن رأيت أكثر من اثنين موضوعة في مواقع استراتيجية في مدخل المحرك يستخدم البعض الآخر حاقنا واحدا يتم وضعه عادة بالقرب من فتحة لوحة الخانق أو أنبوب مدخل الهواء من خلال مراقبة درجة حرارة المحرك ودرجة حرارة هواء السحب يستطيع PCM تحديد متى يجب بدء حاقن البدء البارد في معظم المركبات يتم تقييم دائرة حاقن البدء البارد من قبل PCM للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود إذا اكتشف PCM مستوى غير طبيعي من المقاومة في الدائرة مصحوبا بجهد منخفض نتيجة لذلك فسيتم تخزين رمز P0213 وقد يضيء مصباح مؤشر عطل M.A.L قد تتطلب بعض المركبات دورات إشعال متعددة مع فشل إضاءة M.A.L فيما يلي مثال على حاقن البدء البارد خطورة الخطورة والأعراض يمكن أن يجعل فشل حاقن البدء البارد بدء تشغيل المحرك في الظروف الجوية السيئة أكثر صعوبة من المعتاد يجب معالجة الرمز P0213 بدرجة من الاستعجال قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P0213 ما يلي تأخر بدء تشغيل المحرك خاصة عندما يكون بارد قد لا تظهر أي أعراض أثناء التقسي الدافئ قد يتم أيضا عرض درجة حرارة سائل تبريد المحرك أو شفرات درجة حرارة هواء السحب رموز العادم الهزيل قد يتم أيضا تخزين رموز الخطأ قد تتضمن الأسباب المحتملة لهذا الرمز ما يلي حاقن بدء تشغيل البارد المعي بمستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك المعطل أو الدائرة مستشعر درجة حرارة هواء السحب أو الدائرة القصيرة أو الأسلاك المفتوحة في دائرة حاقن البدء البارد إجراءات التشخيص والإصلاح ماسح تشخيصي فولت رقمي أوه ميتر دي في أو أم ومصدر معلومات السيارة الموثوق به هي بعض الأدوات التي سأحتاجها لتشخيص الرمز بي صفر اثنان واحد ثلاثة في حالة وجود رموز درجة حرارة سائل تبريد المحرك أو رموز درجة حرارة هواء السحب قم بتشخيص تلك الرموز وإصلاحها قبل تشخيص الرمز بي صفر اثنان واحد ثلاثة الفحص البصري يجب إجراء فحص بصري للأسلاك والمواصلات ذات الصلة بالنظام كنقطة انطلاق للتشخيص الأسلاك التالفة للقوارد ليست غير شائعة خاصة في المناخات الباردة بعد ذلك أقوم بتوصيل الماسح الضوئي بموصل تشخيص السيارة واسترداد جميع الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار أحب أن أكتب هذه المعلومات لأنها أثبتت أنها مفيدة مع ظهور عملية التشخيص امسح الرموز واسمح للسيارة بالوصول إلى حالة بدء التشغيل البارد وفقا لمواصفات الشركة المصنعة واختبر السيارة لمعرفة ما إذا كان الرمز بي صفر اثنان واحد ثلاثة يعاد ضبطها إذا لم تتم إعادة ضبط بي صفر اثنان واحد ثلاثة على الفور فتابع تشغيل السيارة بشكل طبيع حتى يدخل بي سي ام في وضع الاستعداد أو تتم إعادة تعيين الرمز إذا تم إدخال وضع الاستعداد فقد تم تصحيح المشكلة إذا تم إعادة تعيين الرمز فلا تزال هناك مشكلة اشخيص خطوة بخطوة إذا تمت إعادة تعيين الرمز على الفور يمكنك البدء باختبار حاقن البدء البارد باستخدام DVOM واتباع التوصيات الموجودة في مصدر معلومات سيارتك بالطبع ستحتاج إلى استبدال أي حاقن بداية بارد لا يتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة إذا تم فحص حاقن البدء البارد المعني فاختبر الجهد عند موصل الحاقن باستخدام DVOM عادة يجب أن يكون هناك أمداد مستمر لجهد البطارية يتم ربطه بواسطة نبضة أرضية من PCM في الوقت المناسب من المحتمل أن يكون الضوء الخافت هو أفضل أداة لاختبار إشارة نبضة جهد الحاقن في نفس الوقت على موصل الحاقن إذا لم يتم اكتشاف أي جهد عند موصل حاقن البدء البارد أشتبها في وجود فتيل في مهب الريح أو تتابع معيب أو ارتباط منصهر محترق افحص في ذات النظام مع تحميل الدائرة للمساعدة على منع التشخيص غير الصحيح في حالة عدم اكتشاف نبض أرضي في موصل حاقن البدء البارد أشتبها في وجود خلل في PCM أو خطأ في برمجة PCM أو عطل في الدائرة بين PCM وموصل الحاقن أستخدم DVOM لفحص نبض الأرض عند الدبوس المناسب في موصل PCM لتحديد الحالة بدقة والمتابعة من هناك إذا لم يتم الكشف عن نبض أرضي في موصل PCM فمن المحتمل أن يكون PCM عيبا أو يواجه خطأ برمجة إذا كانت هناك إشارة نبضة أرضية في موصل PCM فهذا يعني وجود عطل في الدائرة بين PCM وحاقن البدء البارد بعد فصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة لمنع التلف، استخدم DVOM للتحقق من مقاومة الدائرة الفردية والاستمرارية، إصلاح أو استبدال أي دوائر لا تتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة ملاحظات تشخيصية إضافية يجب أن يدرك PCM أن الظروف مناسبة لحقن البدء البارد قبل إجراء الاختبار التشخيصي توخي الحذر عند اختبار أنظمة الوقود عالي الضغط ترجمة نانسي قنقر